أعاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى إلى أرض الوطن بحفظ الله ورحاية أمس قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد أن شارك جلالته في اللقاء التشاوري السابع عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما ترأس الملك المفدى وفد مملكة البحرين إلى قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكان حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى قد غادر بحفظ الله ورعايته المملكة العربية السعودية الشقيقة في وقت سابق أمس وقد بعث صاحب الجلالة لدى مغادرته برقية شكر وتقدير إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله فيما يلي نصها خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا ونحن نغادر المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد المشاركة في اللقاء التشاوري مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي قمة قادة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وفي القمة العربية الإسلامية الأمريكية أن نعرب عن عميق شكرنا وبالغ تقديرنا على ما حظينا به من حسن استقبال وكرم ضيافة تعكس العلاقات الأخوية الوطيدة بين بلدينا وشعبين الشقيقين مؤكدين أن النتائج البناء التي توصلت إليها هذه القمم المهمة سيكون لها أطيب الأثار في تعميق الشراكة وتعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية على المستويات كافة وتأسيس شراكة جديدة لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب والتصدي للأخطار والتحديات الإقليمية والدولية بما يكفل إرساء الأمن والسلم وترسيخ التفاعلات الإيجابية بين دول العالم خدمة لحاضر ومستقبل دولنا وشعوبنا مقدرين عنايتكم الدائمة لكل ما فيه خير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهودكم النبيلة ومساعيكم الدأوبة في حل الأزمات ومعالجة المشكلات التي تواجه المجتمع الدولي وتقوية الروابط بين مختلف دول العالم لضمان الأمن والاستقرار للشعوب كافة دعينا الله تعالى أن يحفظكم ويمتعكم بمنفر الصحة والعافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة بدوام الأمن والأمان والمزيد من النماء والرخاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحر